لا يكترث لحالته الصحية ولا يقدر حجم الضرر الذي قد يصيبه نتيجة تعاطيه الأدوية دون وصفة طبية يقول محمد أن حالته لا تستدعي زيارة الطبيب ودفع وجور الفحص المرتفعة هناك حالات لا تستوجب الدكتور والكشفية يعني عندك مثل الصداع يعني تقدر تأخذهم باشرة من الصيدلية إذا يسمحون وزارة الصحة والصيدلان يقدر يعطي كياب بدون وصفة طبية لا تستوجب لا تستطيع الكشفيات يعني تجي على دكاتلس تلقى 10 ألف تلقى 15 تلقى 20 تلقى 25 تلقى أكثر بعد ومع تراجع مستوى الخدمات الطبية والإهمال الذي أصاب المؤسسات الصحية يلجأ كثير من المرضى إلى العيادات التمريضية وصيدليات الأهلية في المناطق الشعبية للتداوي دون إجراء لأي فحوصات طبية متخصصة ودون مراجعة أطباء الاختصاصة ما خلف نتائج خطيرة تتمثل بتسمم الدم هذه التدخلات في الأدوية بين دواء ودواء أو المضار الجانبية للأدوية تؤدي إلى أمراض خطيرة وتؤدي إلى تحسس وتؤدي إلى أذى للمواطن في المقابل تمتنع بعض الصيدليات من صرف أدوية أو أعطاء وصفات علاجية لكثير من المرضى خشيتات ترد حالتهم الصحية وتعرضهم لمضاعفات ومخاطر تصل بعض الأحيان إلى الموتى كصيادلة لا نقوم بإعطاء العلاج بدون وصفات طبية وذلك كون العلاج في بعض الأحيان إذا سواء استخدامه سوف يكون قاتل للمريض ولكن هناك بعض الأدوية يمكن يعطيها بدون وصفة وتسمى أدوية الأوتي سي وتنفذ شعبة تفتيشي في وزارة الصحة وبالتعاون مع وزارة الداخلية العديد من حملات المتابعة والإشراف على الصيدليات فضلنا عن العيادات التمريضية الخاصة والتي أقدم ممرضون على افتتاحها لبيع العلاجات دون ضوابط صحية وأتزامنا مع اليوم العالمي للتوعية بمرض تسمم الدم تتزايد المطالب بتكفيف الجهود لمنع ما يوصف بالعشوائيات الطبية وتخفيف أجور الكشف والعلاج في العيادات الطبية الخاصة حيث محمد الحراء الموصل